هذا الفيديو برعاية فرصة Q8 دعني امتدي معاك ونقول بسم الله الشي الاولى يعجبني في هذا اللعب واحسه شي مهم جدا جدا ان اللعبة لا يجب ان تدفع حق تكون افضل اساسا ما في هذا الشي في هذا اللعب اذا تدفع تحصل شي واحد اشكال اشعارات اشياء خفيفة بالعربي اكسسوارات مستحيل تقدر تدفع وتفوز والشي الثاني الشخصيات كلها مفتوحة معاك من لفل واحد ما يحتاجت لفل حق تكون عندك شخصيات وما يكون في واحد عليك افضلية في اللعبة ابدا يعني اذا كلكم تبدو نفل واحد كلكم في مستعى واحد مهما احد دفع هذا الشي بالنسبة لي شي مهم جدا جدا في الالعاب الشي الثاني التوازن بين الشخصيات الشخصيات متوازنين بالانس بشكل خرافي كل حاجة هي كاونتر وكل حاجة هي قوة وضعفة اهم شي تفهم الشخصيات لان كل شخصيات في اللعبة عالم ثاني اذا تعاف على الشخصيات تتعلم عليها صح يتوح للشخصيات اللي بعدها تحس انك نوب وحس ما اللعبت في اللعبة شي فكل شخصيات لا تتعلمها فاللي يتعلم اكثر راح يكون احترافي اكثر في اللعبة يعرف كونه يسوي ويعرف في اي حالي حط الشخصيات اللي حقها وممت يستخدم المهارات اللي حقها هذا الشي يعجبني في اللعبة يعني كما تتعلم اكثر وطبعا اذا انت لعب في سبوس انشوتر اكيد تبي سيرفرات خرافية الصراحة انه ولا مرة لعبت على بي سي وعبت على البلاي ستيشن شفت لاغ واحد ليه مرة واحدة بس شفت على البلاي ستيشن كان من اتصالي بعد ممن الشركة الصراحة السيرفرات شكل خرافي الهت دكشن فيهم مرة ممتاز ما تقول او ضربني اتصال افضل من اتصالي افضل من اتصالي هذا الشي في هذه اللعبة ما هو موجود اساسا وصراحة اول لعبة اشوفه بهذه القوة في السيرفرات من بداية اللعبة والضغط عليها كبير وما فيه تقطيع صراحة شي مرة ممتاز مرة ممتاز هذا الشي يعطيه 20 من 10 اللعبة بس مو بين 10 على 10 20 على 10 اذا انت شخص تحب العاب في سبوس انشوتر او تحب العاب الامام او هذه اللعبة راح تكون خيارك الاول الاثنين مدموجين مع بعض والصراحة اللعبة كومبتاتف بشكل كبير تحديات ما تخلص اللعبة بس تحديات ما فيها اي قصة ما فيه كامبين ما فيه هستوري بس راح تشغلها وتتحدى يعني لازم يكون عندك انترنت اولاين 24 ساعة وطبعا من ناحية غرافيك الصراحة واحدة من افضل الالعاب اذا افضل لعبة حاليا في بلاي ستيشن واكس بوكس والبي سي من ناحية غرافيك لعبت انا على البلاي ستيشن ولعبت على البي سي عندي في اثنين الصراحة ما في فرق كبير يمكن في حركة الفريمات تفرق ان البي سي افضل من البلاي ستيشن و الفضل من اكس بوكس بشكل كبير وطبعا يعتمد على غرافيك كارت طبعا ستكلم عن الغرافيك كارت وعطيكم التفصيلات ماهي افضل شيء في البي سييشن اقعي وان اعلى شي يا فاخلي بطيدي معاكم من ناحية الغرافيك كارت وطبعا كروت الشاشة ستستخدم معاكم كمثال انفيديا جي فورس طبعا واحدة من افضل كروت الشاشة حالية موجودة في السوق إذا ما كانت الأفضل NVIDIA GeForce GTX 460 هذه أقل شيء حق تستخدمه وشغل اللعبة على البي سي وطبعاً رح يكون معها 4 رام جيجا بايت والمفضل أو الركومنديشن حق اللعبة Overwatch على البي سي تستخدم NVIDIA GeForce GTX 660 أو أعلى وطبعاً رح تحتاج رام 6 جيجا بالنسبة لي أتمنى ألعب هذه اللعبة على NVIDIA GeForce 1080 GTX 1080 الجديد Graphic Card إذا أنت كنت أشاق البي سي وتابع قطع البي سي Graphic Cards هذا شيء خرافي اللعبة على 4K و PC أتوقع راح تكون اللعبة في عالم ثاني من جد ما أتخير لهذا اللعبة حالياً كيف تصير على 4K من جد من جد إبداع بلا حدود وطبعاً مو بس Graphic Card يعتمد على قوة اللعبة على PC طبعاً لازم أكيد يكون عندك بروسسور أو معالج ممتاز Intel Core i3 أقل شيء تحتاج وإنتل Core i5 المتطلب حق الشغل اللعبة بشكل كامل طبعاً تجد استخدم i7 أو أشياء ثانية أنواع ثانية شركات ثانية أهم شيء يكون معالج ممتاز ومقاربة القوات التي أتكلمت عنها في هذا الفيديو وتقريباً شباب هذا كالشيء عن لعبة Overwatch تكلمت عنه وليش أحب هذه اللعبة بشكل كبير الصراحة اللعبة هو مستقبل كبير من ناحية الكمبيتاتيب ومن ناحية المشاهدين ومن ناحية الاستمتاع أهم شيء استمتاع في هذه اللعبة بشكل كبير جداً جداً بالنسبة لي أشوف كل يوم هذه اللعبة تشتهر وكل يوم تجبني أكثر من اليوم اللي بعد طبعاً هذا الفيديو لا تقول لي هذا إعلان لشركة أو دافعيننا وعطين اللعبة نسوق لهم لا أبداً بكل صراحة هذا الفيديو ما في أي إعلان لأي شركة صراحة اللعبة إبداء بشكل خرافي أنا أقولكم إياها من أحيان اللعبة أنا أعطيه بالنسبة لي حالياً رقم واحد في 2016 من ناحية الفرست بروسين شوتر وألعاب الام امرو وهذا كالشي كان معكم دستنجار أول جدي وشكراً على خفزي جاي طبعاً لا تنسى اللايك وفيفي سبسكرايب إذا استفت من هذا الفيديو وشكراكم على خير سلام عليكم